ينضم إلينا من لندن محمد الفنيش مراسل الغد محمد أدنى زيادة في الوفيات في بريطانيا هل من تفسير لذلك؟ نعم منذ يوم أمس بدأ هناك انخفاض ملحوظ وهذا يدل على شيء ما يدل على سياسة التباعد الاجتماعي وكذلك الإغلاق العام التي انتهجت بدأت تعطي ثمارها وإن تأخر الأمر نحن نعلم أن حالة الإغلاق بدأت منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي الوفيات اليوم هي أربعمائة وتسعة وعشرين في منطقة إنجلترا وإثنى عشر في منطقة سكوتلندا وتسعة وفيات في منطقة ويلز هذا ما كشفت عنه الحكومة رسميا قبل قليل صحيح أن المجموع أربعمائة وخمسين لكن الحكومة قالت أنها أربعمائة وتسعة وعشرين يكون أن إحدى الوفيات تأكد أن سببها ليس وباء كورونا أو فيروس كورونا كذلك نبه بحسب ما كشفت عنه وسائل الإعلام بريطانية نبه بوريش جونسون إلى أنه يخشى ظهور حالة موجة ثانية من الدروة في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا وهذا ما عاد الحسابات مرة أخرى نعم شكرا جزيلا لك زميل محمد الفنيش مراسل الغد كنت معنا من العاصمة لندن